اختتمت فعليات مهرجان العالمين الجديدة للموسم الصفي 2023 بمدينة العالمين الجديدة بعدما حقق نجاحاً كبيراً على مستوى التنظيم والأنشطة والفقرات التي تضمنها المهرجان سجلت كافة الأنشطة التي أقيمت على مدار أيام المهرجان نجاحاً كبيراً وشهدت حضوراً جماهيرياً لافتاً منذ بداية المهرجان وحتى نهاية الفعليات بنجاح ساحق على مستوى التنظيم والأنشطة والفقرات اختتمت فعليات مهرجان العالمين الجديدة للموسم الصيفي 2023 بعدما شهد العديد من الفعليات الرياضية والثقافية والترفيهية الشركة المتحدة للخدمات الأعلامية أكدت أن مهرجان العالمين الجديدة والذي أقيمت نسخته الأولى تحت عنوان العالم عالمين حقق نجاحاً مبهراً على كافة المستويات موجهة الشكر لكافة أجهزة الدولة المعنية التي قدمت جميع التسهيلات وسخرت إمكانياتها لإقامة المهرجان بالشكل الذي يليق باسم مصر على مدار ما يقرب من الشهرين منذ الثالث عشر من يوليو وحتى الثاني من سبتمبر حقق المهرجان حضوراً جماهيرياً ساحقاً مما أسهم في وضع مهرجان العالمين الجديدة على خريطة الفعليات العالمية وروج لمدينة العالمين الجديدة بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تلك المدينة والتي ولدت أملاقة على ساحل البحر المتوسط المهرجان استهدف الترويج للفرص لاستثمارية المتنوعة بالمدينة مما أسهم في توفير المزيد من فرص العمل وتعزيز النشاطات الثقافية والترفيهية في مصر وتقديم تجربة صيفية ممتعة وفريدة للزوار المهرجان بدأ بحدث رياضي ضخم لمشاهير الرياضة تضمن بطولة لكرة القدم الشاطئية وأخرى لرياضة تيكبول بحضور بطلة العالم لتيكبول ناتاليا جيتلر ومشاركة نخبة من مشاهير كرة القدم الشاطئية شارك بها أكثر من أربعين نجما من نجوم الرياضة على المستوى المحلي والعالمي بالإضافة إلى ذلك كان هناك أكثر من عشرين حفلة موسيقية وغنائية لعدد كبير من نجوم الوطن العربي تضمنت حفلات للموسيقار الكبير عمر خيرت والعديد من النجوم بالإضافة إلى عدد من حفلات الفنون الشعبية على هامش المهرجان مهرجان العالمين الجديدة شهد العديد من الفعاليات من بينها الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما الذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ونقابة المهن التمثيلية بالإضافة إلى حدث الموضة الضخم الذي تضمن العديد من الفعاليات وشهد المهرجان أيضا بطولة البادل والجودو والكرة الطائرة كما أقيمت كذلك بطولة ترايثلون وهي لعبة مكونة من ثلاث رياضات هي السباحة وركوب الدراجات والجري وجامعها ألعاب أولمبية هو إذن إنجاز جديد في مدينة فريدة كان عكاس طبيعي لاهتمام الدولة وما حققته من نجاح خلال فترة وجيزة في تحويل مدينة العالمين الجديدة إلى بقعة ساحرة بأفضل إطلالة وبمستوى تصميم وتنفيذ عالمية سعيا لجعل العالمين الجديدة أهم مدينة سياحية عالمية ضمن خطط مستمرة للتنمية